موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكل المستمعين الكرام أينما كانوا سواء داخل الوطن وخارجه ودائما نرحب بفضيلة الدكتور محمد الفيد الاختصاصي والخبير في علم التغذية أهلا بكم فضيلة الدكتور الجليل أهلا وسهلا مستمعي الكرام في حلقتنا هذا المساء بذل الله سنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو التغيير الورادي نحن الآن في القرن الحادي والعشرين ونرى بأن التموين الغذاء العالمي يخضع لتحولات سريعة ومتتالية وللمرة الأولى عبر ملايين السنين أصبح الإنسان والحيوان يتناولان أطعمة وأغذية غير طبيعية أغذية لم تكن طوال تلك السنين تدخل في التموين الغذائي للبشرية لقد قام الإنسان في الفترة الأخيرة بتغيير التركيب الأساسي للكائنات الحية وخصوصا تلك التي تستخدم كغذاء بشري وحيواني وبتعبير علمي أدق قام الإنسان بتغيير التركيب الجيني للنباتات والأغذية المختلفة وهذه الأغذية المغيرة وراثيا انطلقت بشكل غير منظور وأصبح الفاستفود يحل محل الأغذية الطبيعية في الأسواق وفي عالم التجارة واليوم قد تضم معظم الأغذية المكدسة على رفوف المتاجر وفي المطاعم وحتى في محلات بيع الأغذية الطبيعية أطعمة وأغذية محورة ومغيرة وراثيا في البلاد العربية كغيرنا من الشعوب والبلاد الأخرى من الدول النامية والمعتمدة اعتمادا كبيرا وحيانا كليا في غذائها على الدول المتطورة تقنيا حيث تعتبر الدول النامية أسواقا استهلاكية مربحة وحقول تجارب لترويج تقنيات الدول المتطورة ولا سيما في ما يخص بذور المحاصيل والأطعم المتنوعة وطبعا فكل زائر للمتاجر وخصوصا الضخمة منها يشاهد أكثر ما يشاهد المنتوجات الأجنبية المستوردة من أغذية وأطعمة من أصل النباتي أو حيواني ومشروبات وملابس ونادرا ما يكون منها منتوج محلي أو بلدي وحتى المواد الخام التي تعلم مصانعنا بها الأغذية المختلفة مادة مستوردة وهذا يشمل محاصيل الحبوب والأعلاف المنتشرة في جميع أنحاء بلادنا التي معظمها طبعا مستورد ومجهول الهوية والنوعية أكيد دكتور إذن كل هذه المعطيات بإذن الله سنناقشها رفقة فضيلة الدكتور محمد الفيد الاختصاصي والخبير في علوم التغذية مستمعي الكرام للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية 05372727 وتستقبل مكالماتكم دائما مخرجة البرنامج إيمان مزاحم أو يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني نخل رمان أو عبر صفحة الفيسبوك صفحة البرنامج نخل رمان إيميسيون دكتور لا يلم المواطن المستهلك شيئا عن ما هي هذه الأغذية مغيرة وراثيا ومن يقوم بإنتاجها وهل لها تأثير على صحة الإنسان وعلى البيئة بشكل عام وما هو السبيل لتجنب أثارها الدارة نعم بسم الله الرحمن الرحيم فقط هناك تصويب كما جاء في مقدمة كما تفضلت هناك مصطلحات الآن متداولة حتى في المختبرات ولكن مع الأسف الشديد أن في العالم الغربي نتكلم عن التغيير الوراثي أنا أسميه التخريب الوراثي أحسن لماذا؟ لأن يجب أن نستعمل مصطلح يعني كي نقرأ أدان الناس يعني كي يعلموا هذه الحقيقة نعم أن نتكلم بالأنجليزيا يعني GMO Genetically Modified Organisms يعني Modified يعني تغيير بالفرنسية الورغانيزم Genetically Modified يعني تغيير فلنحن نصل إلى اللغة العربية نجد أن إخواننا العربية يتكلمون عن التعديل نعم فما معنى التعديل وأن هذا الخلق كان خاطئ الذي خلقه الله وأننا عدلناه كلمة التعديل هي كلمة مسيسة جدا ويجب أن لا تستعمل كمصطلح في المجال العلمي نعم يجب أن نستعمل التغيير الوراثي لأن العالم كله يتكلم عن تغيير نعم الذي يتكلم عن التعديل هو يجهل الموضوع تماما ولم يدرس علم الوراثة بالبتات هو جاهل تماما لهذا العلم ولذلك نحن كلمة تحوير هي كلمة علمية نعم لما نتكلم مع الطلبة مثلا في جامعة نتكلم عن التحوير نعم ولكن لما نتكلم عن الصناعة وعن ما يصل الناس يجب أن نوسع في المصطلح ويكون عادي مصطلح عادي من ما نقول تغيير فالناس كلهم يعلمون ما معناه غير هذا الشيء لم يرى الطبيع أما التحوير فهي تبقى كلمة مذققة وعلمية تقوم في التخصص يعني لما ندرس الطلباء هذا يعني يعني وما متداول يعني حتى في الصحف نجد التعديل لا هذا خطأ وهذا خطأ ويجب أن يكفى الناس عن هذه التهور يعني كلمة تعديل ليست في محلها وكلمة تعديل يجب أن تسحب كلمة تعديل يجب أن إذا قرأها الشخص فيجب أن يتصل بالذي كتبها لماذا؟ لأنها مضللة كلمة مضللة فيجب أن نتكلم عن التغيير فنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى قبل أن نخوض في هذه العلوم نعرف ما معنى هذا التغيير ولماذا نتكلم عن التغيير فأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آدانا الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعني هذه الآيات جاءت في كلمة شيطان مرتين تحريم الخمر والميسر جاءت شيطان مرة واحدة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والإزلام والجسون من عمل الشيطان في اجتنبه والأعلى المفلحون هذه الآية ذي التغيير والتي جاءت كلمة شيطان يعني مرتين يعني وأن الآخر ذي الآية أقوى من أولها يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا وأننا نراحظ الآن أنه خسران هذا التغيير والتي هو خسران نبدأ بالأرقام للذين يريدون أن يقنعوننا أن أمريكا هي أول دولة منتجة للوز مثلا وأول ولاية يعني في الولايات المتحدة هي في كاليفورنيا وأن الأمريكيين أكثر من 95% عندهم حساسية اللوز هذا هو الخسران المبين الذي تكلم عن الله سبحانه وتعالى بريطانيا مثلا هي الأولى في إنتاج الأغنام بحوم الغنب وأنها الآن تضاهي أستراليا وهناك يعني تنافسها أستراليا يعني تنافسها وكذلك يعني 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 عليهم بريطانيا لا تقدر على أستراليا 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 عندها إنتاج شاسي وعندها مجال واسي فالآن حمى الملطية مشكل حمى الملطية ثم عن مشكل جنود الألقار مشكل جنود مقابرة ولم يترتب عن علف من حيواناته ونفاية الحيوانات هو علف ترتب عن فقدان البقر لبرمجته التي يتعرف بها على النجاسة ثم أن في آسيا مثلا نجد دواجن كذلك في آسيا هذا زكام دواجن يعني هذا المصيب كان السنوات الذي ظهر فيها هذا الخبر ويعني وظهر هكذا ويعني ثم نسوا الناس هذه الأشياء وكان هذا الوقت كانت آسيا كانت ستحرق كل الدواجن التي على أراضها نعم ثم إذا أضفنا منتجات أخرى هي الآن لا تصلحوا للاستهلاك البشري لماذا لأنها غيرت فنحن يعني الدافع الأول والهاجس الأول وكان هاجس سياسي لأنهم يتكلمون عن الأمن الغذائي وأن ليس هناك اكتفاء ذاتي وأن ليس لأن ليس هناك اكتفاء ذاتي يجب أن نأكل سموم يعني يعني يجب أن يفهم الناس هذه يعني السلام الغذائي قبل الأمن الغذائي يعني قبل الاكتفاء ذاتي السلام الغذائي نعم ولذلك أنا أركز دائما على هذه النقطة لا في الإعلام ويعني برامج كثيرة تجد الاكتفاث الذاتي أن نعطي لنا السموم. مثلاً في دولة ما تدخل للسوق الدولية وتجد تمر رخيص ثم تقول يعني أنا الذي يجوع في بلدي فأشتري هذا المنتوج لأنه مرض الشوق لأنه رخيص. وهذا هو الخطر. نشتري منتوجات طبيعية. إن لم تكن منتوجات طبيعية لا نشتري. فالمغرب الحمد لله. لماذا أنا أتكلمها؟ كذلك المغرب منتج بلد منتج بلد زراعي بلد فلاحي بلد أخضر بلد في مياه بلد في حبو بلد في قطاني بلد في خشاش الأرض. بلد في كل شيء ينقصه العمل. نعم. إذا كان العمل فأنا متيقن مئة واحد في المئة أن لدينا اكتفاء ذاتي. إذا رشد الناس لاستهلاك وأكلوا الشاعير والذرة ليس القمح لوحده أن لدينا اكتفاء ذاتي. إذا كان الناس رجعوا لعاداتهم الغذائية المغربية لدينا اكتفاء ذاتي. ثم هناك آية أخرى سبحان الله يعني هذه القرآن تكالية عن تغيير ومراحيل. المرحلة الأولى لأمر أنهم فليبتكن آدان الأنعام. أن الأنعام الآن نسميه طرساج. يعني هذه الأنعام كلها الآن عندها رقم فآداني. نعم في الغرب كلها. في المغرب راح نبدينا هذا الترساج. أن الأبقار العبرجينية ترانسجينيك. الأبقار العبرجينية لا في أوروبا الغربية ولا في أمريكا ولا هذه الأبقار العبرجينية. هذه الأبقار العربية ودخلت لها بعض الجينات إما كي تعطي حليب أكتر أو كي يكون تعطي العجول بلحم أحسن أو ما إلى ذلك. هذه ترانسجينيك. ثم أن القمح ترانسجينيك الآن. هذه الدراء الآن جي ام او. الصوية جي ام او لكي نفس السوق الدولية. عنا كذلك قصب السكر وشماندر السكر. ثم دخلت الكانواء ودخلت القطن ودخلت كذلك. هذه الأشياء لم تبقى هناك إنتاج الآن بدون تغيير ولاتف اللائحة. يعني توسعت. توسعت بكثرة. أصبحت لائحة طويلة. عندنا في المغرب الحمد لله. لا زالت هناك منتوجات مثل الصبار تين الشوكي الهندية. نازل عندنا زيتون جيد. عندنا شعير البلدي. الشعير البلدي. وأنا أحذر الناس من الشعير المستورد ولا يسلح الاستيهاد البشري. أحذر. وأحذر الفلاحات الذين يستوردون بعض البدور. أحذرهم. لدينا بدور جيدة في المغرب. ولدينا مخزون جيني في المغرب جيد. ما زالت لدينا مناطق فيها قمح من الإخلاق الله الأرض. المشيتي الأطلس مثلا يخلون إفراءه بولمان وميسور وطاط الحاج وباعت المناطق الجبالية هذه باقي عندنا المنتوجات. النواع من القمح من الإخلاق الله سبحانه وتعالى. نعم. بقى عندنا الخرش في البلدي. بقى عندنا البلدية اللحلوة. بقى عندنا البطاطة القصبية. عندنا اللفت السفر. فلاحة يزرعون لفت البيض والفلاحة لحضر اللفت في المضاق الجدر الأبيض والرطبقة داخل اللائحة للتغير الوراثي الفرولة كذلك داخل اللائحة للتغير الوراثي لا يعرفوا هذا القادية الأغراس مستوردة الزيتون يجب أن يتحرن فلاحة هذا الأغراس هناك أغراس مغيرة وراثيا للزيتون هناك أغراس مغيرة ويراتياً للمنظرين لالبرتقال وكين أعليين ستدخل أشجار كثيرة يعني لهكذا ثم لما نتكلم من الناحية العلمية أن هذا التغيير فلا يبتكنا آدان الأنعامية المرحلة ثم لآمر النام فلا يغيرنا خلق الله هذا قرآن كوني هذا لا يمكن للفقاء أن يخوضوا فيه هذا قرآن كوني صيص ومن الدرجة العالية في العلوم لأن أقسام أوج ما وصلت إليه العلوم الآن والهندسة الجينية وهذه الآية هي فيها هندسة جينية وأن القرآن يتحدى هذه العلوم وأن هذه الهندسة الله يتكلم عن التغيير لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يستعمل مصطلحات بسيطة ولكن ليعبر بها عن علوم قوية أنه يغيرنا خلق الله يعني يكفي تقول الشخص أن غيرت خلق الله ماذا يفهم من غيرت خلق الله؟ أن الجزر كان طبيعي أنه أصبح مغير ويراتياً أعطيك مثل ثم ماذا من الناحية الكيماوية نحن ندخل التدقيق وعدنا تراكيب يعني تركيب كيماوية الخرشوف مثلاً نأخذ الخرشوف الخرشوف البلدي كانت فيه 20-25 سليمارين كان دواب كان يعني يعالج الكبد أمراض الكبيرة الآن الخرشوف الرومي باقي ما مصلناش تغير ولدي غير الخرشوف الرومي غير من اللي هذك الخرشوف كانت هنا بيتس في لوحدي طبيعي بري كانت فيه 20-25 سليمارين والسيناريون كذلك مادات السيناريون الآن من اللي الإنسان بدك يزرعه بدك يحرطه بدك ينقح هذه البودور نقصة تركيز السليمارين حبطت الـ 5% نعم يعني حبطت الـ 5% يعني من 25-25 أما الخرشوف البلدي هذا المغير الوراثي ربما ما تقاش في السليمارين وربما تحل محلها جزئة أخرى مثلا اليرجينيك ربما تسبب حساسي يعني لاحظنا أن هذه المنتجات المغيرة الوراثيين أول ما تسبب حساسي كما سنتكلم إن شاء الله يعني في المرحلة الثانية ما ما هو التغيير الوراثي؟ التغيير الوراثي هو إدخال جين واحد المورثة أجنبية على النوع مثلا ناخد مورثة عند الباكتيريا وندخلها عند النبات هو الآن جيم أو عند النبات ومدخلها للبيت الباءات ما تسمى بالباءات الباسيليستورانجينسيس هذه واحدة الباكتيريا لا تضر الإنسان وإنما تقضي على الحشرات هذه الباكتيريا تقضي على الحشرات هذه المورثة التي تقضي بها هذه الباكتيريا على الحشرات تأخذ من الباكتيريا تدخل للنبات لكي يدافع هذا النبات بنفسه وهو يقتل الحشرات كي لا نستعملوا بذاته ما إلا ذلك هذه المورطة هي الكود من اللي تدخل النبات كي تبدأ هي هذك النبات كي بدي يمتل كي بدي يصنع كي بدي يفرز المبيدات بنفسي مع الأسف لما نستهلك نعم يعني هو في نفس الوقت ثم وقاتل لا لا الطريقة التي تضربها الإنسان لما نأكل مثلا هذا النبات المغير وراتي الذي أدخلت له هذه البقات هذه البقات في أمعاء الإنسان ستعمل نفس الشيء أنها تنتج مبيدات في الأمعاء أنه ليس نأكل مبيدات طبيعة لكن سنتنتجها داخل الجسم هذا خطيئ نعم نعم هناك العلماء الآن في البحث العلمي في أمريكا الآن تقدم بكثير وأنه في الأول كان يقولنا أن العلم لا زال لم يبين خطورتها ويجب أن لا ننتظر حتى تموت نصف الكرة الأرضية كي نقول بأنه في خطر يجب أن نجنب الناس قبل أن يقع الخطر ولا حتى يموت شخص واحد من سبعة مليارات التي وصلنا لها لا يموت شخص واحد لأن هذه نفس والنفس نفس كيفما كان صاحبه يعني يكون قاري ولا مقاريش ولا أبيض ولا أسود ولا يكون مسلم ولا يهودي ولا يكون مسيحي ولا يكون لا ساكن في الجبل يعني فهي نفس في الأخير فهي نفس فرسول صلى الله عليه وسلم كانوا غادين بحد جنازة يهودي نعم منذ وزنة يعني تمر أمامه فقام رسول قام وقف نعم فقال له صاحبه يا رسول لا إنها جنازة ليهودي قال أوليست نفس صلى الله عليه وسلم نعم أوليست نفس فهذه نفس خلق الله سبحانه وتعالى ويجب أن نرى هالأمور هكذا فالإسلام يرى النفوس ويرى الناس ويعالج كل ناس يعني النباتات السهلة هي الدورة والصوية لما ذلك لأنه إنتاج ضخم ضخم نعم نشوف نبات الدورة المغيرة وراتيا الآن شوفوا الفلاح هاشحال كتعطيم هذه اللي هو لوتي تحنوا وتعطوا الأبقار يعني سلوجة سيليج هذه الدورة كتطلع بثلاثة متر وثلاثة مترونس وكتعطي حتار خمسة وستين تسبيعين طون في الهكتار فلاح مدعمينه من اللي سيسمع سبعين طون في الهكتار طفعان سيد راوة عدنا الحقول الغرب مثلا من جيد من المناصرة يعني احتل العوامرة احتل سيدي سليمان يعني احتل هذا المنطقة الغرب هذه العوامرة هي منطقة كما قلت يعني في حلقة سابقة تكفي المغرب العربي كله من الخضر نعم تكفي المغرب العربي من الخضر يعني تربطها نعم يهماء وهي تربط الخضر نعم فيجب أن يكون عمل وأن نرشد العمل احتديك الفلوس يعني في زرات فلاحة كتصرف فلوس كتعطيه دعم كالدعم فلاحة ولكن هذا كالدعم كيضيع خاصة تدير برنامج دعم آخر حكيم مثلا تعطيه هذه الفيول بالمجان أو تزرع الأرض أو تعطيه آلات يكون دعم نعم يكون دعم على شكل عمل غير هي دكتور دبع يعني هذا التغيير تغيير الجينات ومنسبة النباتات والأغذية الهدف منه هو طبعا نرفع الانتاج ولكن هذا رفع الانتاج هو مضر نعم على حساب صحة الناس هذا هو المشكل لماذا لا نرفع الانتاج دون أن نضر هؤلاء لا لا يمكن لا رفع الانتاج ممكن رفع الانتاج بالتقنيات جيدة ومراقبة التربة ومراقبة المياه ومراقبة المزروعات حتى أجدادنا كانوا ينتقون البذور كانوا يعزلوا الضرم زيانا كيزرعوها يعزلوا قمح جيد زرعوا والضرم كانوا يخلوها في الكبالة باش يزرعوها أجدادنا كانوا تقنيين كثير من العلماء وكانوا ينتقون أغراس جيدة وكانوا يلقموا الزيتون بهذا الجبوج يعني هذا الزيتون البري باش الزيتون ما يجيوش له هذوك الأمراض يعني الحشرات وكانوا يلقموا الليمون وكانوا يلقموا النعناع الآن هذه الشهدية والبرقو وذلك الشلفلح الآن يلقمهم كيسمهم البلدي هذه هي التقنيات اللي ممكن سيكون لدينا منتوش جيد بلدي معنى بلدي أنا طبيعي مئة في المئة أنه يقل جسم من الأمراض لا يوجد ألرجينات وتانيا أنه سيكون إنتاج نقي نظيف لماذا؟ لأن الشخص يفضل يأكل مثلا برقوقة يعني حبتين برقوق ولا حبتين مشماش طبيعيين يعطيوا للجسم الكمية الكافية من المضادات للأكسادة ولكن ما يكونش عشرات الحبات مغيرة وراتيا لأنه سيعطيهم تركيز عالي من الألرجينات للجسم لأن هذه المنتوجات يعني التركيز الألرجينات يعني الجزيئات التي تسبب الحساسية عند الإنسان يرتفعت الألرجينات ارتفعت فهذه المكونات هذه ثم أن التركيب الذي يحفظ المضادات للأكسادة مثلا المضادات للأكسادة هي المواد الحافظة لجسمية هي نقصت في هذه المزروعات هذه المغيرة لأن ستكتور الأمر لكن علينا نحن في الجمعية المغربية لإحماية وتوجيه المستهلك ذا بولات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الآن نحن كان يعني كان الموقف دينا واضح من 1990 الموقف دينا واضح أن بلدنا أخضر ويجب أن ندافع عن مزروعاتنا تركيا تركيا مثلا منعتها عند قانون أصدرات قانون تمنع في دخول دخول ماشي إنتاج نعم دخول مواد المغيرة ويراتي نعم 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 ويتمدين طبعا هم على المنتوج المحلي طبعا ويعني بلدك المغربية بلدك المغرب يجب أن يحفظ المنتوجات لأننا لأن البلد أخضر لأننا عندنا إنتاج وعندنا أشياء لا توجد إلا في المغرب مثلا مثلا القرقاع البيض مثلا الأرقان نعم الدغموس نبات الدغموس اللي كان في الجبل هذه تيكيوت النباتات في المغرب تنبود كلها يعني لفت المحفورة القصبر الكذبرة الخضراء ما تتمتش في أوروبا الكذبرة كذبرة المغرب قليل اللي يعرف هذا الأذقاء لأن المعدنوس والكرافس كي نبتو في أوروبا لأنك يبغو البرودة ولا كي القصبر لا الكذبرة مشي بالسهل لماذا حتى هذه القرعى الحرشة نعم لكن قرعيات واحد النوعة دنا بلدي حرشة هذه كما تتمتش في أوروبا لا يمكن لأنها حساسة للبرد حتى في المغرب مالك تكون جريحة مالك يكون البرد قارس فالبحير دي الفلاحة يمشيوا لأنك يضربهم هذا كتل فهذا التغيير ويراتي أنا الناس كلهم كانوا يعني العلماء الفلاسفة كلهم كل مرات يقولوا بأن نهاية العلام ستكون مثلا الزهاري واحد الوقت ملكان الزهار يعني كان منتشر بكثرة واحد الوقت قالوا نهاية العلام ستكون مثلا الأيدز هذا فقدان فقدان منع السيدة الآن دابا ونقاش يقول هل هي الأيدز ولا مرض عادي بحل أو بحل ولكن بعض العلماء الآن والتي يقولوا ربما يكون تغيير ويراتي عليه سيمر إن شاء الله ولكن الآن الغريب الغريب أن أمريكا هي بداتت شيء وأن أمريكا الآن رجعت 70% إنتاج طبيعي أن فرنسا الآن وصلت 30% وصلت 35% إذا كانت وصلت 25% يعني هذه خمسة سنوات فرنسا وفرنسا من الدول يعني للعلماء دي لا يعني مقتانعين بدل مسألة هذه يعني لا يحبون هذا التغيير ويراتي الأوروبا الشرقية بلغاريا هنغاريا رومانيا عدا إنتاج ضخم خصوص من لحبوب زيتية اشتيت الزويت الآن كم عملت في أوروبا كان عدا مشكل دي الزيد أوروبا الشرقية فيها تغيير الهند فيها تغيير الصين فيها تغيير فريقية الجنوبية فيها تغيير مصرا فيها تغيير أرجنتين ومكسيك والدول أمريكا اللاتينية فيها تغيير الأرجنتين أرجنتين خصت حرق السوجة لكل لأن الآن مشكلة خامقة في أرجنتين وأن مشاكل كثيرة في الصحفة الأرجنتينية الآن لا تكلمون إلا عن السوجة مغيرة وولاية المتاحة طبعاً في أتغير وولاية وكندا في أتغير وولاية هذه الدول المنتجة هي الدول الآن لموجودة في سوق الدولية فإذا لم يكن هناك دولة ما كل مغرب تكون سعودية أو مصر أو تونس أو جزائر أو أي دولة ما تستورد القمح من سوق الدولية فهي تستورد القمح ترازجينيك إذا استوردت زيود من السوق الدولية فهي تستورد زيود مستخرجة من الدورة ومن الصوية مغيرة وولاية الناس يعرفون فقط أما أرام كيستهلكون يعني الناس كلهم كيستهلكون غير على الأقل المعلومات تصل على الناس لا يعقل أن تكون لدينا صحفة يعني بتلات أركان ديالة صحفة المرئية والمسموعة والمكتوبة ثم أن المواطن المغربي لا يعلموا شيئاً على هذه المشكلة للتغيير وولاية فعلى الأقل يجب أن يكون هذا الخبر لماذا؟ لأن ربما إن شاء الله هذا المواطن المغربي من اللي قد يوعى ربما قد يساعد المغرب كدولة أن أكبر عدد الباحثين البارعين في الميدال الهندسة الجينية هم مغاربة نعم لماذا؟ لأن الفترة اللي كان فيها هذه الحندسة الجينية أو هذا العلم الولاة يعني مزدهر هو الفترة اللي تقريباً جل الأساتذة الجامعية الآلة في جامعات المغرب نعم كلهم دارسوا هذه هذا البيولوجي موليكولير وهذا القضية الجينيتيك نعم وعدنا باحثين يعني أنا أنوه هنا أننا عدنا باحثين مغاربة أنهم بارعين وأن المغاربة أذكية ويجب أن لا ينساقوا أو ينزلقوا حول هذ الناس اللي عندهم الخطاب بأن ليس هناك اكتفاء ذاتي والأمن الغذائي وهذا الأمن الغذائي هو حق يراد به باطل فقط حق يراد به باطل فمع الأسف هناك المغرب ليس مقتنع الباحثي للمغاربة أو العلماء المغاربة ليس مقتنعين وهذا أنا أكشف لك أن الباحثين أذكياء فالباحثي للمغاربة ليس مقتنعين يعني بالتغيير الولاتي ولا يميلون هناك قلة قليلة من العلماء في المغرب والباحثين لشوية عندهم واحد اقتناع يعني ذلك 50% نعم هذه المواد التي منعت هناك في أوروبا هي الآن تباع هنا في الأسواق نعم أكيد مئة في المئة نعم هناك منتجات فيها الأحمن فرس نعم وعنا لمشيتي لدب الأسواق الممتزة المستالك لا يعلم وحتى صاحب السوق الممتزة لا يعلم نعم لكي نكونوا واضحين حتى الناس لعدهم الأسواق الممتزة ناس طيبين وتهمرة سولوع الحلال والحرام يعني أنا أعرف بأنهم بعض الناس لأنهم لا يريدون لهذه البلد ولكن هذو أصحاب الأسواق الممتزة لا يعلمون هذه المنتجات نعم وهذا المشكلة اللي قلت لك أنا بأنه مسؤولية الباحثين نعم عدنا مختبر في الدار البيضاء يعني ما شاء الله نعم من المستوى الأمريكي فيما يخص البحث وفيما يخص الغش نعم الجميع المواد التي يكون فيها أثر تغيير وراتي لأن القانون المغربي إلى حد الآن القانون المغربي إلى حد الآن يمنع التغيير وراتي أنا أقول قانون المغربي يمنع ولكن هذا يمنع واش الانتاج ولا الاستهراك ولا الاستيراد ما وضعش انما الانتاج لا ولكن ربما هذا القانون هذا ربما عليين الناس يدوروه لصالحين فنكملوا الاختفاطي مسؤولة على المدار ديالها التغير والتي هي الفقرة اللي وصلنا لها هو الشؤال اكبر هو المدار الصحي انما هم هنا وصحة المغافية فكان في اول امر اول ما توصل الي الباحثون في الميدان الطبي انه يزيد في حساسية الاشخاص الحساسية ثم من بعدها يعني الامراض المناعية نا 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 نلاحظوا ان الامراض المناعية الان في تصاعد نا يعني من السكليروزيس يعني من البهجات يعني من الليبيوس هذه الدئب الحمامي يعني من المسوريازيس سوكاريس ألزايمر باركنسن نا وفتا القيلانباري القيلانباري كانت يعني نادرة نا قيلانباري ولاش التغير الوراثي لا نفهموه في التغذية فقط انه كان حتى في اللقاحات ديال اطفال صغر وكان لقاحات ديال الكبار لقاحات مثل الانتيرفيران الانتيرفيران جي ام او يعني الى اللقاحات هذي كالدار الكبار يعني هذي الانتيرفيران اللي باتيت بيوسي اللقاح ديال 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 فيروس الكابيد و جي ام او ومغيره الاتين يعني فهذه المسائلة هذه وغيرها أظن أنه ربما الأطيباء معرفوها شهر القديم هذه فعلى الأقل نحن نشتري من السوق ونشتري بأموالنا فيجب أن لا يضحك علينا فقط يجب أن ننتقي اشياء جيدة نشتري لما تتبرعوش عن هذه الناس هذي اللقاحات المغيرة ويراتيا يعني هل ستشفي أم ستضل عليهم هما هي الشجار الآن اللي قايم الآن في أمريكا وفي أوروبا حول هذا الموضوع هذا كان علماء الآن يعني رهم يعني ما شاء الله خصوص يعني على مستوى الدول سكندينفيا وعلى مستوى هولندا كان بعد علماء الآن مقابلينش يعني هذي المسائل هذه نعم وكي نبى ملفات في القضاء ملفات كثيرة الآن في القضاء فهذا التغيير علاقته بالحساسية علاقته بالأمراض المناعية علاقته كذلك بالسرطان الآن الآن علاقته بعض الأمراض التي ظهرت مؤخرا مثل مرض كرون مثل بعض الأشياء التي ظهرت في الجهاز الهضمي ثم علاقته حاليا الحساسية تكون خارجية أو داخلية حيث أنك أنواع من الحساسية الداخلية كذلك هي كين أمرض غريبة ظهرت نعم هو كين وحد طبيب أمريكي كانوا عندو هذوك لباسيون يعني هذوك الناس اللي كيتعالجوا وعدو نعم لاحظ تقريبا في الشهربعة أو لخمسة التحليلات ديال الأطفال لاحظ عندهم الأيوزينوفيلات طالعين نعم في التحليلات ديال كل شي مزيان ولكن هو لاحظ هكا يعني ذاك الدكاء دياله قال الأيوزينوفيلات كان عندهم ضاية يعني هذا النظام الغذائيدي المجيد إلا أنهم كانوا تيشتريوا التريبتوفين وحد الحمض آميني من الصيدلية هو تيتباع التريبتوفين كيعطيوها فالقاهم كلهم كيسوا هذا التريبتوفين معنى معنى مغير وراتيا وعد سويل في ميكسيك حققت بعض الحالات في ميكسيك بأنه كان هذا من نفس المرض وأنه راهم من هذه التريبتوفين هي اللي عملته والتيقن بأن هذه التريبتوفين هي اللي طلعت إيوزينوفيلات إحنا توصلنا إحنا توصلنا إلى أن التحليلة ديال الدم يعني كلتي واللي فيها خلال نعم يعني حتى الطبيب ما يعرفش قرار الآن الأطباء في مدينة الرباط والضر البيضاء نعم ما يعرفين شي قراروش سرطان دم ولا نعم ما يعرفين شي قرار لأنها تلقاوا الكوريات البيضاء يعني 17000 19000 نعم يعني راح صافي راح صارت ولكن كي يلقاوا بعد مرة الكوريات الحمراء مزيانين والصفائح الدموية مزيانة يعني اللي كي يمشون الكوريات البيضاء شنو ما يعرف إلا كانوا لنفو لكانوا لنفو كتكون لنفومي إلا كانوا الكوريات البيضاء الأخرى كي يكون لوكيميا يعني كي ينجل الأنواع السرطانية كي يكون لوكيميا واللنفومي نعم فالآن كانت حالي ديال الدم غذي الأطباء يشوفوها ما هي سرطان ما هي يعني عادت جيهم شوية يعني ممحروفة شغير واضحة وهذه الأمور هذه المسائل الأمراض التي تعلق بالتحليل الدم هي كلها أمراض الآن تتسبب فيها هذه المنتوجات مغيرة وراتي يعني ربما سيقع لنا مشكلة في العقم عند الرجال والنساء ربما سيقع سيترتب عليها بعض الأمراض التي التي ليست ظاهرة لتكيوسات الغدى الدرقية حديت ولا حرج تكيوسات الغدى الدرقيات خريما 90% لما عنده شادية مع كامل أسف إذن دكتور نحرر مكالمة على الخط ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم الإسم الكريم أم يسرى من فاس أهلا أم يسرى من مدينة فاس فضلي شكرا سيد الرطيفة دكتور سيد في نفس سيقع في قولي أن الأضرار على النباتة معدلة ويراتياً أو أي شيء معدل ويراتياً إحنا أم يسرى حتى أنا سيكون هذا التصويم سبحان الله الناس كلهم يتكلموا على التعديل الويراتي هو التغيير تغيير ويراتي وأن مستلح سيف آه دكتور وأن مستلح وصافي في النطق في تغيير لا ولكن عدوا معنى كبير من اللي كان نقوله عدل الشيء هي قده يلمز وابغويزينوها نعم غير عند العرب طيب العربية فقط هي لك تتكلم على التعديل أما احتشل وغير ما تتكلم على التعديل نعم لا والخبراء يلك بأن كما قلت الأدرار جداً ولكن إحنا دم الأدرار هما قالوا أنها لا تدرسة مباشرة معنى أكلها بل تتأخر أعراضها في فترة طوية نسبياً قد تبتد إلى سنوات إحنا دمنا لنش نتيجة يعني دراسة كيم دراسات لا لا كيم دراسة هذا الحديث كانوا يقولون في الثمانين الآن كيم دراسات ودراسات شاسعة أو كبيرة يعني حتى الحدود 1990 كانوا يلا ثلاثة الأبحاث لأنه لم يكن شبه خد الميزان كانوا يلا غريب كانوا ثلاثة الأبحاث أما الآن كان أبحاث من الفئران دي الباحثين الفرنسيين رأيكم يعني شفتهم في التلفزة أن الباحثين هادوا دي الفرنسا على الفئران على الدورة يعني كين أبحاث عند اليابانيين كين أبحاث عند دول أخرى في كندا في الولايات المتحدة كين أبحاث نعم تفضلي سؤال بسيط للأمنية وشو قفة بينا خالها التعديد ويراثي ويراثي هو الاستنسا حال يدخل في التعديد ويراثي للحيوان نعم نعم وهم أبغاو يكتروا إنتاج بش هذا أضرار نعم العواقب بالتروجية نعم نعم إذن شكرا لك أم يسرا مدينة Fas سبحان الله جميع العلوم نعم جميع العلوم التي حاولت أن تتجرأ على الله سبحانه وتعالى خرجت في كواريد نعم لما علم الكيميا أول علم يعني بدا هو الكيميا أو لا الشيومية اللي بدات من بعد الكيميا علم الكيميا من اللي يتقدم صنع القنبلة الدرية أو من بعد القنبلة الدرية علم الفيزياء لما تقدم لما فات لحد ديالو تصنع القنبلة النووية القنبلة النووية إما تنفاجر وتدي الأرض كلها إما تبقى هناك إما تبقى هناك لا يقدر أحد على شفرة لا يمكن ثم علم البيولوجيا الآن لما فات لحد ديالو وتعدى السطر الأحمر هو خرج القنبلة البيولوجية يعني هذه القنبلة البيولوجية وما حولها يعني التغيير الوراتي وهذا المصائح هذه فالتغيير والعليين فالفئران التي حدثت ضجة واحد إشارة فقط للإعلام المغربي دائما ننتظر حتى يظهر الخبر في أوروبا تموان نبدأوا نجري ونقلبوا على شيء واحد يتكلمنا عليه يعني الخيار في أوروبا عاد تكلمنا عليه في المغرب رغم أنه كانوا عدنا حالات ديال هاد المشكلة للنزيف الدموي ديال الخضار كان عدنا عند الأطفال في المستشفى في الريباط كان عدنا منذ عشرين سنة ولكن مع عمر الصحافة تكلمتعدوا وملي تكلموا على الخيار في أوروبا تكلمنا على الخيار في المغرب ان يتكلموا على الأكل الأمم فى yeni 2011 واحد من Suez تسجل هذه القرص محاضرة على شكل قرص مدمجة في اليوتيوب يعني من الذي تهر الأكل للمعهد الصحفة دينا بدأت تكثر على المرئية ولا المكتوب بدأت تكثر على الإكرار الأميد من الذي تكثر على جي ام او من لدارة الباحث الفرنسي نشر النتائج دينا معهد صحفة دينا بدأت تكثر على مرئية ولا المكتوب ما نكون نعقل للخبر ولا آخر من يعلم نحن نكون أول من يعلم لأننا نعرفه بأن نرى الباحثي للمغاربة هم اللي يسيروا الباحث المعاهد العلمية في العالم نحن نعرفوها جميع المعاهد الأبحث العلمية المتقدمة المتطورة في جميع الدول بما في ذلك أستراليا واليابان هي فيها باحثي المغاربة كنا في ألمانيا كنا في بريطانيا كنا في الدول السكندينيبي كنا في كندا كنا في الولايات المتحدة كنا في جميع الدول الباحثي المغاربة اللي يسيروا هذه المختبارات كنا مشغر رجال ونساء نعم رجال ونساء وحتى في مجالات أخرى مجال الفلسفة ومجال القضاء ومجال حقوق الإنسان ومجال مغاربة ومغربيات لخدامين في الدول ومعدم جنسية وخدامين ولذلك لا نكون أول دولة في العالم في محيط العلماء ونكون آخر دولة لا تعلم هذا الخبر لأنه كما قالت تكلمنا غير على كلمة تكلم عن تعديل الولاياتي وهذا تضليل وباطل تضليل وباطل فالذي يقول تعديل يجب أن يتقي الله بعد فات المصطلح لأنه ما قد يش نعد له خلق الله يقوله في سورة الأقمان ويعني نتمنى الناس يحفظوها هذه الآية ويقعوا يردوها مزيان هي الآية ذي سورة النساء هذا أكبر حجة وأكبر دليل لأن نشر وعدنا وحي وعدنا قرآن وعدنا سنة فيقوله في سورة الأقمان سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عماد ترونها يعني أشار إلى استعمل ترونها لكي نرفع عيوننا إلى السماء ونرى أنها مرفوعة بغير عماد يعني في الجباء ظاهر يعني خلق السماوات خلق السماوات بغير عماد ترونها وألقى في الضر الراواسية أن تميذ بكم وبت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأتنا به من كل زوج كريم نعم صدق الله العالم كلمة كريم في الآية من كل زوج كريم كين في سورة يعني في حزب يا أيها الناس في سورة الحج أن الله سوى ترى الأرض هامدة تزت وربت وأنبتت من كل زوج باهيج وكنا كذلك في سورة الشعراء من كل زوج باهيج نعم لكن هنا جاءت من كل زوج كريم نعم فالله تكلم على الزينة وعلى جمال الجمالية وعلى جمالية الكون بزوج باهيج هذا فقط الناس بشي شوفوا هذا الخلق لخلق الله زين جيد يعني جميل جدا لكن في سورة اللقمان جاءوا زين كريم فهذا قرآن كوني نعم هذا قرآن كوني ولا يفسر بالأدب يفسر بالعلوم معنى زوج كريم أننا فسرناها بأنه زوج لا يضر والزوج الآن الذي غيره العلماء هو زوج ليس كريم هو زوج يضر وفي الحساسية وفي السرطان وفي الأمراض المنائية وفي المصائب كلها الآن مرتبطة بهذا ولذلك هنا علاج لأن الله سبحانه وتعالى هنا تكلم عن الحيوان ونبت لما تكلم عن الحيوان قال وبدت فيها من كل دابة أن كل ما يدب حيوان والحيوانات كلها تدب بما في ذلك الحشرات فكير ولا حتى القنبل والبراغيت كلها تدب لكن لما تكلم عن النبات قال أنبتنا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم واشنو قال من بعد هذه الآية هنا تأكدوا بأن هذه الآية علمية يا ساينس علمية سيونس بالفرنسية وليست أدبية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلالي المبين يعني ما لا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلالي المبين يعني هذا خلق الله يعني الخلق دي الله ما خصوش يتغير الخلق دي الله جيد الخلق دي الله كريم يعني لا يضر ولا يسبب سرطان ولا حساسية ولا شيء خلق الله في المضادات الأكسدا خمسة الأضعاف المضادات الأكسدا الموجودة غير في النباتات لكما نسم له احنا الرومية يعني خلق الله ليس فيه أشياء تضر خلق الله يجب أن يكون بدون مميWhen خلق الله يجب أن يكون مروي أو مسقي بإمياة جيدة خلق الله يجب أن يكون بأمطار جيدة لأن حتى الأمطار الآن مع الغازات تسقط على الأرض الأمطار حامذية وهذه الأشياء هي يأكل الحيوان هذا خلق الله فأروني باذا خرق الذين مدوني بل الظالمون في ضرارهم وكين الآن بعض العلماء اشتبهى عليهم الخلق الآن اشتبهى الخلق على العلماء لأن بعض العلماء الآن بذوق يديروا باطنت بذوق يسجلوا هذك الخلق دياله يقول لنا عندي واحد البذور ديال الدورة مسجلها ديالي موقعتش ديالله نعم 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 الدورة الآن لكتشريها دورة مسجلة كل موآلة الأرض والدورة هذه ما كتعطيش الحبوب دياله ما كينبتوش دخلنا في التيرمينايتر يعني هي تعطي إنتاج لكي تشتريها من الصانع دياله مرة أخرى وهذه كذلك كينا في القرآن لأن لا يمكن القرآن نعلوه عليش كينا الآية دياله في القرآن نعم قول من رب السماوات والأرض قل الله نعم قل فاتخدت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعلني ودرد قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلومات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الحق تشابه الخلق الآن على العلماء نعم يظنون أنهم خلقوا دوراء أو صياء أو دجاج أو ديك رومي يعني قنية هذه الأرانيب الآن لكي يربيها ولا حتى النحل الآن النحل الآن مغير وراتهم كثير من الدول نحلها عندنا المغرب نحل رومي مش نحل بلدي ولذلك نعم نحل رومي يقضيع نحل بلدي ما يخليش لا يخليش نحل طبيعي حتى الحلزون الآن تغير في أوروبا الحلزون غيروا وراتهم حتى سمك السالمون الآن لكي يستورد المغرب سمك السالمون مغير وراتهم لأنه في الأحوال للدول السكندينبية تنتيج سمك السالمون مغير وراتهم معروفة هذه كل الناس يعرفنا إلا أن تقال في الصحابة يعني أعود إلى سؤال السيدة فاطمة قالت هل قفتنا نعم علينا ونشوفوا نكم مع السيدة فاطمة نعم يعني هذه الأضرار هي هذه لائحة الأضرار وكل شيء فيه مضر وليس كريم الله سبحانه وتعالى يقول ليس كريم وأنبتنا فيها من كل زوجين كريم ثم تبعها الآية اللي تبعها هذا خلق الله فأروني بعد خلق الذين مدوني بل الظالمون في ظلالي مبين ثم بدأت الآيات الوصاية ديال سيدنا رقمان لبني فهذه المسائل يجب أن نفهمها لنا عندنا كتاب وعندنا وحي يجب أن لا يضحك علينا العالم لما خرجت الداروينية يعني العلماء الإسلام ما قذلوا القلابش لأنه قرآن كوني هذه الساعة كان الفقه متقدم ولكن كانت العلوم الساينس كان القرآن الكوني مالعلماء يعني أكارثة في العلوم في العلوم الحق وفي العلوم بيولوجية وعلوم فلاك لكانوا يردو على ذوك الناس يعني بقاعة الداروينية كاذا يحكوا على الناس بها وهي ظلم ومنكر ثم لمع علماء الغرب يعني تنكروا من الداروينية هذا علماء الإسلام قالوا اه داروينية يجب أن لا تكون وجاءت بعدها نظريات مالتيوس مثلا نظريات مالتيوس التي تقول بأن الأرض غير كافية للناس هي نظرية باطلة ونظرية فيها شرك وفيها كفر وفيها جور وفيها جراء عن الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا التغيير الوليتي أن الكتاب الوحيد الذي يرد على التغيير الوليتي هو القرآن حيث هناك كتاب يرد على التغيير الوليتي إلا القرآن والقرآن سرد الثلاثة آيات صورة النساء والأقمال وكذلك صورة القول من رب السماء وصورة الحجر أظن فهذا الغياد كافية حتى في القرآن الكريمة ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم أكيد وما من دابت في الأرض ولا طائرين طيروا بجناحي إلا أمم أمتالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم كل شيء الذي يجب أن نعيش فيه في علوم كذلك في ساينس وفي تدقيقه والذي يرد على هذه العلوم في كل الأشهر أكيد فهذا الأشياء الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا نعم الله أصلحها ونحن نفسد فيها وَلَا تُفْسِدُوا فِي دَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا كيف نفسد هذا الأرض؟ باش نفسدوها باش العلماء قالوا التلوّد صنع الغالو نعم ولكن شيء بسيط ولكن الأكبر فساد في الأرض هو التغيير الويراتي من الناحية الفقهية الفساد يعني العلماء كي الفقهاء كي يعنيوا بآخر نعم لهو فساد مثل الفسق مثل الزور مثل المنكر مثل القتل هذا هو فساد نعم لأن الله سبحانه وتعالى عنعت فرعون من المفسدين نعم يعني المعلان كان مفسدين وكان يقتل الناس نعم 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 هو تجبر وقال يعني ما علمت لكم من إله غيره نعم فهذا يعني لتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم هنا أمر ولا تفسدوا أمر في القرآن نعم من لك يكون أمر فهو قرآن يجب أن نأخذ به نعم يعني يجب أن يطبق ولا تفسدوا الله كأمر لا لأنه يعني ما تفسد فأنت عصيت الله وأنت يعني خرجت عن طاعة الله سبحانه وتعالى وما أمرك به ربما أظن أن نعندلوا حلقة ربما نسجلوا حلقة حول التشريع الغدائي نعم لماذا؟ لأن الآن العالم الغربي الآن قضى على الدول السائرة في طريق النمو أو الدول التي لا إنتاج لها كما تفضلت في المقادلة بالتشريع نعم وهذا التشريع كان في القرآن نعم وكان في 15 آية في القرآن في التشريع الغدائي نعم لكي نفي صورة الأنعم نعم دكتور في دقيقتين كيف نقي أنفسنا من أضرار هذا التغيير الوراثي وكيف هل هناك إشارات لكي طبعا نحمي أنفسنا وأولادنا وأسرتنا من هذا الدراس الحماية الوحيدة هي أن لا نستهلكها ولكن قبل ذلك يجب أن يعلم الناس هذه المنتوجات المغيرة وراثية نعم والفلاحة المزارعين هم الذين يجب أن يعلموا هذه والمهندسين والبياطرة والصناعات الغدائية والأطباء والصيادلة هذا كلهم خصوهم يعرفوها هذه المشكلة هذه كين جمعيات حماية المستهلك راعدنا تباشي كثيرا وربعين حماية مغادرة نعم ولكن كين جمعية وحدة جمعية وحدة هي اللي عندها تدقيق اللي فيها الباحثين من المستوى دي الجامعي ونتمنا هي الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك للمقرر دي اللي كان في القنيطرا كين الجمعية الوحيدة اللي عندها دميلف دي التغير الورادي يعني هل هناك موقع لها في التغيير الوراثي نعم كان علي كان عندها موقع ولكن دبا أو ربما كتيب شباك استماع دبا أولا شباك استماع نعم أو رقم أخضر عدنا حملة ترشيد المبيدات لأنها كنا بدينا مع فرنسيين في نفس الوقت بدأت الحملة في فرنسا بدينا نحن في مغربشين تسلنا وحدي كم لهم بذوما وهذا وحنا على اتصال بهم كي الان الاسبانيين تم ادخلوا الايطاليين تم ادخلوا ودباولاتوا حدقاتوا ليوا حد الحملة دولية ان شاء الله وعلى الاقل تكون حملة ديال ضفاف للبحر الابيض المتوسط لان ان هذا الضفاف ديال هذه الدول المتوسطية دول في انتاج اخضر وانتاج جميل وانتاج قوي ويجب ان نخشى على انفسنا من هات الاشياء هذه فكين هذه الحل دا بالزيتون مثلا كان لكونساء الأوليكولو كان هدي الجمعية ديال منتج زيت زيتون وزيتون اللي كان فيها جميع الدول ديال البحر الابيض المتوسط لكن هاد الدول المنتجة لزيت الزيتون ولكن نحن نخشى نحن نخشى يعني انتي سألتي على كيف نقل ولكن انا اخشى ان يكون فلاحة مقارنش وما عارفينش هاد الخطر دي التغير الولاتي ويضلل بهم وغاد يكون اغراءات وغاد يقول لي مثلا واحد زيتون ركعة 40 اطرف المياه واحد منتوج ركعة 70 طن في القطار والان عدنا دخل فلاحة الان رهم زرعوا الفول الرومي رهم زرعوا الدرا نجات مبره زرعوا الحمص ليجا مبره زرعوا العدس ليجا مبره واحد الفول زرعوا في المغرب واحد الفول الفول الرومي هذا الفول لان كشان يتباع في الباكية كن تتباع في خنشة خوان كر هي ويع فاخص الفلاحة يكون واعي مواطن رقم واحد لا المصريين ولا التونسيين ولا الجزائريين ولا السعوديين ولا الإماراتيين كانت المغاربة والأترك كانت تركيا كذلك المواطنين التركي أصبح على علم بالاستهلاك فالمغاربة هم اللولين في العالم العربي الآن من حيث التوعية الغدائية هذا وانا نقول خاصة نكون احنا اللولين لأننا عدنا أكبر عدد الباحثين في الميدان إذا دكتور كنت مننا من الجمعيات وطبعاً اللي كتهم طبعاً صحة المستهلك أنها ولو أنها ترشد المستمعين أو الناس كاملين حول هذا الخطر من تغيير الوراثي اللي طبعاً سيدور بصحتنا جميعاً نتمنى وأنا بيخرجه ولو كتيب من نسبة المواد اللي طبعاً مغير الوراثيين اللي يمكننا لأننا الجمعية عدد ملصاقات وعدم مطويات وعدم يلفات وعدم علومات اللي بغي يستعشر وذلك شيء لكن المقرفة في القنيترا ربما نشرق على الهاتف ديال الشبك والهاتف ديال الرئيس هذا الجمعيات الرئيس بيطاري بيطاري وعنده جليفة وانتوا تبعاً على صفحة فيسبوك وشروحات وكعدنا حتى أدبيات التبليغ حتى أدبيات نبلغ للناس الخبر من أجل الوعي ليس من أجل استقطاب الناس ولا من أجل الوعي خاصة المواطن يعني هذا الموضوع على الدكتور خطير جداً يعني هم شحة سحادي الناس وخصوصه أنه يدخل في شرع الله أنه داخل في شرع الله هذا هو لا يمكن أن تكون علوم هكذا خارجة عن مسار طبيعي شكراً لكم دكتور على كل هذه المعلومات القيمة